السلام عليكم الله بمصالي وسلم على سيدنا محمد وهلقالي وصحبي وسلم اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات معلومتي تكنولوجيا ونكمل دورة الفريلانسينج وشرح موقع ابوك وحنقول بعض التبس كده اللي لازم نمشي عليها اول حاجة لازم ان انا اكون متأكد من الوظيفة اللي انا مقدم عليها ان هي اه مناسبة ليا وان انا اقدر اقدي او اعمل الحاجات اللي فيها مروحش اقدم مثلا على وظيفة اه اه ان حد يكون بيعمل ابي اي جيتوي وهم بيفهمش فيه رغم ان هو عارف الورد بريس لكن مثلا ده مستوى اكسبيرت اوي اه او ادفانسد من الورد بريس طيب مثلا اه اهم حاجة ان انا اكون من الناس اللي بترد بسرعة على على العميل بتاعي اه باسرع وقت يعني هو العميل هيشتغل مع الشخص اللي هيقدم بسرعة وده يفضل ان انا اكون منزل على الموبايل بتاعي الابليكيشن اهو الابليكيشن بتاع اه الابورك سواء انا عندي اندرويد او سواء انا عندي ايفون اه وهنا في الايفون انا اعمل اه واحد للكلاينت واحد للفريلانسر واعتقد ان اه او اه وهنا برضو معمول واحد للكلاينت واحد للفريلانسر وفي الغالب انت بتمزل اللي هو الخاص بالفريلانسر اه الحاجة الثانية ان انا اه برضو احاول امشي على استراتيجي كده اه ان انا ايه يعني لو قلنا الاسبوع الشهر متقسم لاربع اسابيع يبقى ابقى عامل حسابي ان انا هشتغل خمس ايام وعندي يومين راحة اه ولازم دايما ابقى معرف العميل بتاعي في اللونج ترم دايما او في اي وظيفة ان انا الجمعة وسبت مسلا عندي اجازة لحسب كل بلد الاجهزات الرسمية بتاعتهم انت مسلا بحيث ان انت تدي فاصل لنفسك وما تبقاش واخد الموضوع زي طحنة كده مبدئيا لو دي اول مرة تشوف فيها قناة معلومة تكنولوجيا تقدر تشترك معنا لو حبيب وتضغط على الزرار السبوسترائيب الاحمر وتفعل الجرس علشان يصلك جديد الفيديو هاتي زي طحنة كده اخر حاجة هنشرحها وهي اه حاجة لازم نبعارفين الفرق بينها اول حاجة هو من المواقع الفريلانسين المواقع العمل الحر ودي دايما بيكون عليها الوظائف اللي هي بتكون اه طيب عندنا كمان نوع من انواع الوظائف اللي اسمها اه الوظائف المصغرة ولذلك من ضمن المواقع المعروفة اه بتقدم الخدمات المصغرة هي موقع فايبر وموقع خمسات اه في العربي طيب اه لو احنا بصينا هنلاقي ان هما ماشيين بنظام اه مثلا اه استطيع عمل مثلا كزي مثلا لو جينا على خدمات الورد بريس برضو مثلا ان هو ممكن ان هو ينشئ لك اه مثلا ومسلا موقع وورد بريس وبيقول لك مثلا ان انا بخمسة دولار اذا المواقع او ما انا اصح مواقع الخدمات المصغرة هو بيعمل لك خدمة اصغنونة وبياخد عليها ايه مبلغ زهيد يا دوبك على قد الشغل هنا وحاجة نمطية طيب فايبر نفس القصة لو جينا مسلا على الجزء الخاص لو احنا كتبنا هنا برضو وورد بريس دعنا نشوف اه 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 واحد اه بيقول لك ايه واحد وحطت لك مجمع من الصور للشغل اللي هو عمله وعمل لك تلاتة يعني احنا لو خدنا الشغل ده وعملناه بموقع تاني هيتقبل الوظيفة هتتقبل وابدأ اشتغل ولو جينا مسلا على وظيفة زي الليجو اه مسلا بيقول لك ايه 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 اه هو السعر هنا كبير اوي اه بس هو هيشتغل اه يعتبر اعتقد ان هو كده هيشتغل وابد صراحة هو حد ايكسبرت اوي وحطت لك المستوى الستاندرد وحطت لك المستوى البريميام كل واحد فيهم في مزايفة طبعا في المستوى الستاندرد بيزود حاجة اكتر وفي البريميام بيزود حاجات اكتر طيب تعالوا نشوف والميزة الجديدة اللي عملها اه موقع ابورك وايه هي تعالوا نشوف ان احنا لما ندخل على فايند وورك هندخل على حاجة واحنا ما شرحنهاش اسمها ماي بروجيكت داشفورد ولما بنيجي ندخل هنا كان في كلمة بروجيكت ما تعرضنا لها نتعرضنا للاتنين دول وما تعرضناش للبروجيكت تعالوا ندخل على ماي بروجيكت ماركت بلايس صغير بتقدر تبيع في ايه الوظائف اه ابو ما نصح انت الماركت بلايس مقسوم لحكتي اما ماركت بلايس ببيع منتج زي امازون وجوميا مثلا وعلي اكسبرانس وعلي بابا وزي موقع ببيع خدمات زي فايفر زي خمسات زي دلوقتي جزء بتاع البروجيكت داشفورد ولما ندخل على اه كريات داشفورد كريات اه هيقول لك حط التايتل هنا وهنمشي بمجموعة خطوات ان احنا نحط هنا ونحط هنا وبعد كرة دي بعض ايه الحاجات المتطلبات المحروض تحطها بتاع الوظيفة وبعدين الوظيفة بتتحط ايه لو جينا وقلنا هنا الوظيفة ايه ان انت مسلا اه هنا اه مسلا في فيفر فيفر كان عمل انه مثبت لك كلمة ايوال اه طبعا افورك حاب انه هو يعمل حاجة جديدة برضو اه يوال جت وتقول له مسلا كريات مسلا وورد بريس مسلا اه اه مسلا يوال جت هو حاطت لك اجزامبل يوال جت مسلا امازينج لوجو يوال جت سري اوارز السوشيال ميديا مسلا يعني الموضوع متقسم لحاجات كتير طيب بعد كده لما انا بتخلص الخطوات دي وهنا بتحط التاج مثلا مثلا وورد بريس هو بيختار لك التاج مثلا موضوع كوميرس ايوال سوي ايوال خلينا نقلل��rzeم ايوال جيت اهه و هوВ Beauty ايوال جيته من كوميرس ايوال كوميرس استوا هيا ايوانج مثلاً أمود إلمانتو أسترسي أنا أحدد جواهي مثلاً نتعلم مثلاً لهم هنا مثلاً نختار مثلاً وممكن أقول له مثلاً بروتوفوليوم خلينا ممكن نعمل له ممكن نعمل له ممكن ممكن مثلاً ممكن نقول له أنواع مكونات الإضافية ممكن نحط له ممكن نحط له خدمات الإضافية ممكن نحط له الشيبينج والبيمنت ممكن نحط له الأناليتيكس يعني ممكن نحط له جوجل الأناليتيكس وهو الموقع الورد بريس بايوست ممكن نحط له مالتشم والبيبال ومثلاً الوكومرس أساس ومثلاً ممكن نحط له اليوتيوب وحطه الفيس واللي اللينكيب ممكن تليبينج ومثلاً 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 ممكن نحطه كل المعن ومثلاً ومثلاً بعد كده ممكن نستيبه ممثلاً ايه ممكن ايكي تبتيني store ممكن اعمل لجي أسترا سين بالكابتل خليها ايه كابتل ويهي دابلو كابتل اشبهو يرغم لجيها ممكن المترو ممكن أسترا تين اشبهو بسيط مي وديني على جزء وهنا بيقسمنا الجزء الخاص يعني احنا لو جينا هنا مثلا وحبينا نسرش بقى احنا هنسرش المراضي على project هنرجع تاني الوجهة بتاعتنا وبنختار كلمة project ونقوله ونرجع كده وخلينا نعمل wordpress 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 خلينا نكتب هنا wordpress اشترا 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 ومالتي بندور ده ممتاز خلينا نشوف الوزيفة دي خلينا نرجع بالبحث كده شوية الوزيفة اشترا الوزيفة احنا المستعد اخضر الوزيفة دف تلاتة دي دف سبعة دي ممكن ان انا اعمل زي هنا ممكن ناخد نفس الكلام ده مثلا نخليها سري مثلا بزي ده مثلا وهنا عشرة لو احنا ما كمنيش ده اه نقطة عايزة اكامل معيكو بس ايه احنا كده يعني انا كاد فهمنا فكرة البروجيكت بس اه انا هستعرض الجزء الخاص بالبروجيكت داشبورد في ابورك وفايفر على حدة المحدوم عشان استعرض الجزء الخاص ازاي ان انا ممكن اربح من الخدمات لانا عندي برضو مهارة كويسة واقدر ان انا احطها في الخدمات فانا مش عايزة الاخبط الناس اه وهخلي الجزء الخاص اه بالخدمات وان انا احط اه اه الخدمات بتاعتي اللي بعرف اعملها في مكان وان انا طريقة وكل اللي احنا اه اه في الكورس اه اه فخلينا دلوقتي ان احنا نبقى كل تركيزنا على ابورك وطريقة استخدامه اه اه اتمنى اكون افضتكم في الدورة دي وكمان اه في حاجة اخيرة اي حد محتاج ان انا اصمم له مطجر او اه انا اصمم له موقع اه ممكن يتواصل اه على الموقع بتاعنا اما يتواصل اه من خلال الايميل ويتواصل من خلال اه اه صفحة اه اه اتصل بنا واحنا بنقدم خدمات اه كتير اه اه فيعني ممكن اصمم لك اه مكجرة اه في المجال اللي انت عايزه وياريت تطلعوا على الخدمة واتمنى اكون عند حسن زنكم وكان معكم زيزي حسن من معلومتي تكنولوجيا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة